تعال نروح قبل بس ما يختمه طبعا لأنه الحقيقة احنا مدينا لأنه احنا كلنا مستمتعين فطلبنا من قدرنا من مدونا شوات وقت ملف سري ايه بقى الحدودة بتاعت ملف سري كده والله ملف سري ايه وعا تفتش السر كله ولا بعدين شكرا لا طبعا ملف سري ده مسلسل رمضان ان شاء الله بإذن الله بطوة النجمة هني سلامة عظيم ونجوم كتير جدا بقى يعني هو موشح فواضح ان هو طلع بدور قاضي او رئيس محكام او حاجه زي كان اه مستشار ده ان شاء الله في رمضان معنا نجوم بقى كبار جدا بتشرف ان انا موجود معاهم انا خايف بس انسى حد فبالنسباني المسلسل ده مهم في كل حاجة مهم ان انا بشتغل مع البيت اللي خرجني وخلاني اكون موجود كممثل شركة فنون مصر اللي بكني ليهم كامل الاحترام بشتغل مع حسن البلاسي المخرج عامل صورة بصراحة ومن اجمل ما يكون محمود حجاج المؤلف كاتب الشخصيات بقى بالطريقة اللي انا بحبها الميزة عندنا في ملف سري انه كل شخصية ليها خط درامي المتفرج هيبقى عايز يعرف الشخصية دي بالذات بيحصلها ايه فده بالنسبة لي حاجة ممتعة كل حد ليه درامته يعني حتى عندنا اللي طالع يعمل المشهد انت هتبقى مستني هو ده جاي تاني ولا لا انت طلع طب شغير ولا طيب والله انا طلع بني ادم يعني انا والله هقول لي حضارك على حاجة انا بالنسبة لي لما باجى ذاكر دور اول حاجة بخرج نفسي منها لازم اكون محايد ولا ابوصله من ناحية انه هو شر ولا هو خير لانه لازم اسدق فانا لو حطيت افكاري انا هباوز الدين فلازم ابوصله بمنطقه هو مهند يخرج فيه خط كده عامله السيناريست يعني يا اما ماشي في سكة الشر اما انا دايما بقى بسيبها الناس تحددها يعني انا بعمله بمشاعره الحقيقية لان ما فيش حد حتى البني ادم اللي حياته كلها ماشي في الشر لازم يندم اكيد بتجيله اللحظات كلنا بني ادمين وكل شرير لي جوانب انسانية مرهفة للبني فانا بحاول طول وقت اشوف البني ادم من هنا من قلبه هي دي النقطة الحقيقة اللي تخليني اصدق كل كلمة بيقولها فلو هو بيعمل حاجة لو انا مهند مختلف معاه في افعاله بس لازم خلاص انا بجسد الشخصية دي انسى نفسي خالص تماما وعيش مع البني ادم ده بكل تفاصيله بكل حياته بكل مشاعره بكل وجعه اللي حوله ان هو يطلع البني ادم اللي على الشاشة ده عشان الناس تشوفه الناس بقى تحبه او تكرهه وتحكم عليه وتنتقد او تتفق ده دايما انا بسيبها ولكن انا حقيقي والله كل دور بعمله انا بخرج مشاعري خالص خالص تماما طول الوقت